خلوني بقى بسرعة نطلع اه برحلتلكوا افتتاح المحل بتاع امام عشور ان عندنا اللقطات دي يا جماعة هي يعني احنا جبناها من عاد السوشيال يمكن تكون اللورزوليوشن شوية ان اما امبرح امام عشور هو اتجه للبيزنس خلاص يعني امام عشور دلوقتي بيزنس من واتمنى انه اتجه للبيزنس في انه يفتح المحل لكن ما يشغلش نفسه بيه لان امام عشور محتاج تركيز الفترة دي قد المحل بتاع امام عشور اما رحكوا تقول لكم ده معان اشرف روقة ده اعتقد محمد اشرف روقة والله ده بوتيك زمان يقولك عن اللفس بوتيك فعلى فكرة امام عشور بلدياتي منصورة سنبلوين يعني بلدياتي بلدياتي من السنبلوين منصورة فهو بلدياتي فالراجل يعني ادي صبح يا محمد صبح طبعا حارس مرمى الزمالك موجود برضو كل العيبة رايحة علشان خاطر يعني تشارك فرحة امام عشور في افتتاح مشروعه الجديد في محل الملابس بتاعه كل التوفيق الامام عشور لكن بطلوب منه يركز خلال الفترة اللي جاية وبيتقال ان امام عشور وكيله وصل الاتفاق مع نادي الزمالك بالحصول على الفئة الاولى اللي هي من 13 ل 16 مليون جنيه في السنة الكلام اللي بتقال كده لمد عقده خلال الفترة جاية بس الزمالك منتظر سيولة عشان يفعل هذا الاتفاق انما امام عشور برضو عشان الناس تبقى عارفة العقد بتاعه الذي لم يوثق في اتحاد الكورة اللي عمله الكابتر حسين لبيب وده كان خطأ فادح الحقيقة لانه كان بفلوس اقل من الرقم المطلوب دلوقتي لكن لم يوثق خلاص لكن عدم توصيقه لا يعني ان امام عشور هيمشي من نادي الزمالك لانه عقده قريدي لان العقد اللي بتاع الكابتر حسين لبيب كان مد سنتين لعقد امام عشور فكان عقده بدل ما ينتهي من نهاية الموسم القادم اللي هو نهاية موسم 23-24 فمده سنتين كان هينتهي 26 او مده سنة كان هينتهي 25 فقريدي كده كده عقد امام عشور ممتد مع الزمالك سنة ونص كمان لغاية نهاية موسم 23 اللي هو العقد الحالي يعني لغاية 23-24 فانفيش مشكلة في انه بكمل امام عشور سنة ونص وإن شاء الله الزمالك يستطيع أنه يمنهي هذه الأزمة